ملف الشائعات دايماً بنقول لحضراتكم بنركز في هذا الملف لأن ده اللي بيستخدمه ضدنا بشكل كبير إعلام الشر دايماً بنقول لحضراتكم بلاش أي حد إن هو ينشر أي شائعة ممكن تضر بينا أو تضر بالاقتصاد أو تضر بيك أنت شخصياً تعمل بلبلة في المجتمع تصير الأمهات ساعات بتبقى شائعات عن الأطفال عن المدارس حاجات كل ملفات الحقيقة ما فيش ملف بيسلم من الشائعات النهاردة هحنتكلم على شائعة برضو كانت يعني خرجت بشكل يعني مش هنقول مكسب بس الحقيقة مركز الإعلام المجلس الوزراء بيخرج يرد أول بأول على كل الشائعات سواء كانت انتشر بشكل كبير ولا لأ الشائعة دي كانت عن أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة والمبيدات دي بتسبب تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة يعني بصوا الشائعة نفسها كده الكلام مش ما تعدهوش على يعني ليه بقى علشان ما فيش رقابة يعني ما كانش حد غلي بالحقيقة وتواصل المركز مع وزارة الزراع واستصلاح الأراضي واللي نفت بالتأكيد طبعا وبشكل يعني يعني أكيد بديهي أن قالت الأنباء دي كلها غير صحيحة بأي شكل وأن المركز اللي سأكد أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق وده طبعا ما فيش حاجة اسمها غياب الرقابة بالتأكيد بالعكس شددت على أن كافة مبيدات الآفات اللي موجودة الزراعية المتدولة حاليا بالأسواق كلها سليمة كلها أمنة تماما ومطابقة أو مطابقة لكل المواصفات القياسية وما بتشكلش أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو لأي حد بالتأكيد أو على الإنتاج الزراعي بشكل عام وأشرت كمان إلى شن حملات التفتيش ده قالت بالعكس مش غياب الرقابة بقى ده كل شوية بيبقى فيه حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع الأسواق ومنافس بيع المبيدات الزراعية وده بيكون بتنصيق مع كافة الجهات المعنية علشان يضمنوا تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية ونتوقف عند الاشتراطات الدولية ليه؟ لأن يعني منيج نرد على زي الشائعة بمنتاز سهولة وممكن نقول أن يعني الرد على الأرض الواقع الرد على الأرض الواقع بيقول أن احنا عندنا ارتفاع في الصدرات المصرية الزراعية للعالم كله بنتكلم فيه دول الاتحاد الأوروبي في أسيا وأفريقيا أمريكا أستراليا كل الدول دي اللي احنا كلنا عارفين بيبقى المعايير بتاعتها معايير صارمة جدا 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 الحجم بقى الصدرات وصل لغاية إيه؟ 13.1% يعني منتكلم في أكتر أو في حدود 4.4 مليون طن فأعتقد أن دي رد على أرض الواقع مش محتاجين وبيقولوا كمان وحتى المركز قال أن مش أن احنا بس بننزل نشوف المبيدات لا كمان بنسحب عينات عشوائية سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة علشان نحللها أول بأول بكل المعامل المركزية للمبيدات علشان التأكد من سلامتها وصلحيتها وضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات اللي معمول بيها على كافة المبيدات الزراعية وكمان ضبط المبيدات المخشوشة لو كانت موجودة أو مثلا مبيد مش معروف المصدر بتاعه منين أو غير مسجل من الوزارة وطبعا بيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين علشان كده بنأكد على حضراتكم أول بأول شقيعة زي دي احنا بنتكلم فيه أن ارتفاع الصدرات الزراعية بتاعتنا بشكل كبير جدا في عشرين اتنين وعشرين ممكن تأثر على هذا الملف فأرجوك ما تعملش نشر لأي شقيعة أو أي خبر أنت مش متأكد منه ارجع للمصدر الرئيسي ومرة تانية يعني احنا بنطلع على حضراتكم كأعلام بنقد أول بأول على كل الشقيعات فأرجوك خلي الشقيعة عندك وبلشان نعمل لها شير